في الحياة اليومية تفاصيل كتير صعبة بيواجهها المكفوفين هنعرف معاكم إزاي ممكن يتغلب عليها النهاردة هنتعلم إزاي كمكفوفين نكوي الملبس نكوي هدومنا أو نكوي الهدوم بتاعت أسرتنا ويبقى لنا دور جوال أسرة أو ممكن نفتح مشروع صغير محل مكواجي في شوية قواعد كده هنتفق عليها قبل ما نبتدي نتعلم إزايها نكوي أول حاجة إن احنا ما ينفعش نكوي غير على الترابيزة المخصصة للمكوى ما نفعش على ترابيزة صفرة على ترابيزة خشب لا لازم على الترابيزة الخاصة بالمكوى تاني حاجة لازم مصدر الطيار الكهرابي يبقى عليميني مش على شمالي لأن لو تحط على شمالي وأنا برجع بالمكوى هدوس على سلك المكوى فهقزي نفسي وهقزي كل الناس اللي حواليه تالت حاجة بحتاج في أول مرة لشخص مبصر بيعمل لي علامات على الأماكن المشهورة اللي أنا بكوي درجات الحرارة اللي أنا بستخدمها أكترية المكاوي هي ما بتبقى 1-2-3 أو بتبقى كطن وول وسلك أو حرير وسوف وقطن في مؤشر ثابت بيقى موجود على المكوى أو هنا لو هو مش بارز باجي بالألم الرريف وبعمله خط طويل حد مبصر بيعمله لي خط طويل كده بارز وبعد كده علامات على كل نوع من أنواع الملابس اللي بتتكوي القاعدة اللي بعد كده إن أنا ماينفعش أكوي وأنا مش نايم كويس أو متدايق أو مش مركز أو في أصوات حواليه لا ماينفعش آخر قاعدة إن إحنا إذا كن أول مرة نكوي يبقى نستعمل المكوى وهي مش ركبة في المصدر الطيار هنمسكها نتعرف عليها نشوف القاعدة بتاعتها فين البوز بتاعها فين الإيد فين نتعرف على المكوى ونجرب نحطها على الهدوم وهي يعني بحيث إن إحنا ما نقزيش نفسها وبعد كده نبتدي نكوي طبيعي والمكوى سخري ده قميس أنا هبتدي أكوي وفي بعض القواعد هقولها أثناء المكوى موسيقى أول حاجة هكوي الياء ياءة الأمس وش ودهر موسيقى طبعا بكوي في اتجاه واحد موسيقى لو كويت رايح جاي اللي أنا بكوي وانا راجع هكسره وبكوي دايما من الشمالي اليمين ممكن أكتر من مر مش مشكلة لما يجي هخلص الحتة اللي عملتها هيبقى عندي حل من الاتنين ياءما خط المكوى وقفة على القاعدة الخلفية بتاعتها أو أحطها على الجزء المعدني اللي موجود في آخر الترابيزة أنا خلصت الياءة وش ودهر هبتدي أكوي السفرة متاعت القميسة مهم ما قوي أقول حاجة إن إيدي بتكوي قبل المكوى لأن لو حطت المكوى فوق مكان متكرمش معنى كده إن الجزء اللي هيتكوي بدل ما هيتكوي هيتكسر فأنا بفرت كويس قوي بقداية قبل ما استعمل المكوى الجزء اللي كويته من السفرة كل جزء هيتكوي هجيبه ناحيتي وهلف عشان أتجيب الجزء اللي لسه ما تكويش موسيقى كده بقيت ما خلص بقيت السفرة موسيقى موسيقى بعد كده هبتدي أخد صدر القميس نفسه موسيقى صدر القميس في الناحية اللي في قداية هي الناحية اللي فيها الزراير فأنا هخلي بالي إن أنا هكوي قابط طول من الشمال اليمين زي ما احنا قلنا قبل كده بس هاجي مش هدوس على الزراير أنا هدخل بالمكوى بين الزراير وبعضها ليه؟ لأن الزراير بلاستيك لو أنا دست عليها بالمكوى هتبوز لكن أنا دايما هدخل بين الزراير المكوى من قدام رفيعة فقدرنا أنا أدخل بين الزراير خلصت الجزء ده هبتدي أو أديه في الناحية المعاكسة ليا واجيب الجزء اللي لسه ما تكويش دلوقتي احنا نكوي دهر القميس ها برضو باخد آهات من الشمال اليمين ايدي الشمال بعد ما الجزء بيتكوي بتأكد إن هو تكويه كويس لو احتاج إن أنا أكويه تاني يعني أخد دور كمان بالمكوى بعمل كده وبكمل لغاية لما أطلع على السدر التاني ننجي بقى على إزاي بنكوي الكوم بمسك الكوم في أديه بإيدي اليمين بمسك الخياطة بتاعة الكوم الخياطة بتاعة الكوم اللي بالطول عشان أزبط الكسرة بتاعة الكوم اللي بتقابل الخياطة دي وهبتدي أكويه حتة بحتة لو قدرت حط الكوم كله هيبقى كويس ما قدرتش عشان أنا لسه مش متمرس قوي أكويه حتة حتة بالعرض يعني حط الكوم بالعرض وأكويه حتة حتة أنا هنا هنا هكوي من اليمين للشمال ليه؟ عشان أطلع على الحتة اللي فيها السدر بتك قوي عشان أعمل الكسرة بتاع القميس وبشد بإيدي الشمال علشان ما تتكسرش بقيت القم عادي هكويه عادي خالص من الشمال ليه؟ هاجي عند الإسويرة هعملها الأول من جوه هفتح كده وهدخل المكوى جوه الإسويرة من جوه ليه؟ عشان لما أجي أكويه من بره ما تكرمش وطبعا زي ما إحنا متفقين هنبعد عن الزراير لو القميس فيه كشكشات قبل الإسويرة هنعمل هكده هنحط آخر جزء في الكم بالعارض وهبتدي ببوز المكوى أدخل في القصرات دي طبعا الكم هيتعامل وشه وضهر واللي عملته في الكم ده هعمله في الكم اللي بعد كده